نظم مركز التدريب لسلاح المدرعات الشهيد دمبركية بصعود بولاية باتنا يوما مفتوحة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وتنفيذا لمخطط الاتصال القطاعي للجيش الوطني الشعبي لسنة 2020 بغية تجسيد الاتصال الجواري لتقرب أكثر من فئة المجتمع على اعتبار أن الإعلام همزة وصل بين المواطن والمؤسسة العسكرية وقد سمحت الزيارة لممثلي مختلف المؤسسات العالمية بالتعرف عن قرب عن هذا المركز التغطية كانت تسعيد حريقة هذا اليوم الذي سيسمح لكم بكل تأكيد التعرف عن كثب على أهم مراحل التكوين والحياة اليومية لمختلف النشاطات المرتبطة بالتكوين والاطلاع على الوسائل البيداغوجية والهياك المتوفرة لإعداد وتكوين أفراد سلاح المدرعات زيارة مواجهة لفائدة وسائل إعلام وطنية الهدف من هذه التظاهر الإعلامية تعريف وسائل إعلام وطنية بالمركز من خلال الورشات المقامة لهذا الغرض تمتين العلاقة بين المؤسسة العسكرية ومختلف وسائل إعلام وطنية تعزيز الرابطة جيش أمة زيارة مهمة تتيح للإعلامين تعرف على مختلف التطورات التي شاهدتها المؤسسة العسكرية وبما أننا في مرة مدرسة تكوين المدرعات سامحت لنا بتعرف على مختلف طرق تدريب المقلدات والطرق الحديثة والتكنولوجيا التي لجأت إليها المؤسسة العسكرية لرفع القدرة القتالية والتدريب ذو الكفاءة العالية ترجمة نانسي قنقر